المترجم للقناة المكان أثمامة شمال الرياض مكان لا يختلف عن أي مكان في السعودية نقدر نوم بالله العظيم؟ نعم والله نقدر نقدر نطبق حديث الرسول المسلم عليه الإيمان ستن وسبعون شعبنا هاي ماطة الأداء عن الطريق و هاي ماطة الأداء عن الطريق صدقة نقدر نقدر إن شاء الله إن هالبلاستيك ذا اللي دمر البلد الآن دمر البيئة بالسعودية دمار هائل خلال الخمس سنوات الماضية نقدر نوقفه نقدر طبعا انظروا هذا حتى الطعام يوضع بهذا البلاستيك الأبيض يوضع الفول الحار في المطاعم والناس يأكلونه أحر من المادة البروتينية الفول ما فيه يوضع بهذه المادة ثم الناس يأكلونه وهذا ضار جدا لا يوجد في العالم كله من يستخدم هذه المادة للأطعمها الحارة الشجر انعدم البيئة صارت قبيحة صار الواحد ما يستانس إذا طلع للبر هذا بلاستيك يجلس في البيئة خمس مئة سنة مئة سنة نقدر نوقفه نقدر نحب وطننا والله نقدر نقدر نجد حل نقدر لأنه موجودة الحل والشعبان والرياض والفياض والجبال بالسعودية كله صارت بلاستيك وغابات من البلاستيك حتى الشفاء حتى الهدى في الطايف أجمل مصيف في الشرق الأوسط درجة الحرارة في شهر ثمانية ميلادي تصل 16 درجة في النهار رائع كلها أشجار برشومي وكلها أشجار العرعر إذا رحت هناك ما تجد مكان تجلس فيه لا بعد حتى المشاعر المقدسة قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب روحوا الآن الميناء وعرفات ومزدلفة بوقت مو بالحج وش تشوفون بالأرض روحوا هناك وتعلمونا ها ناظر ها الشجر المسكين ناظر العاذر هذا ناظروا